لأكد رئيس هيئة الأركان العامة الإيرانية محمد باقري وجود معلومات دقيقة حول مخطط البيت الأبيض خلال العام ونصف العام الأخير لشن هجوم عسكرية على إيران منع قادة الجيش الأمريكي تنفيذه وأشار باقري إلى أن الولايات المتحدة لم تطلق تصريحات حول تهديدات عسكرية بحسب الظاهر إلا أن هناك معلومات دقيقة حول مخطط لشن هجوم على إيران لكن قادة الجيش الأمريكي منع تنفيذه داعيا حكومة بلاده التحلي بالجهوزية لأي حادث محتمل تأتي تصريحات باقري بعد أن حذر الرئيس الإيراني حسن روحاني من أن المواجهة العسكرية المحتملة بين إيران والولايات المتحدة ستكون أم الحروب عدا التفاوض مع واشنطن استسلاما من قبل الجانب الإيراني